علماً أن الطرح الأدنى في الحالتين قدمته شركة الخرافي ناشيونال الشركات العالمية تأتي وتصرف لدراسة هذه المشاريع وفجأة يعني يتم إلغاء هذا المشروع أو إعادة طرحة المستثمر الخارجي يرى عدم جدية الدولة في طرح المشاريع إضافة نحن كمستثمرين داخليين أو صناع إذا صح التعبير لما تدي الدولة تعلن لهذه المشاريع نحن بدورنا نستعد لهذه المشاريع ونستثمر ونزيد خطوط الإنتاج ونزيد العمالة والآليات وفجأة يتم إلغاء هذا المشروع أعطى تجسية المطار الجديد مؤشرات إيجابية في السوق على مواصلة الحكومة الكويتية خطتها التنموية وإنفاقها الملياري رغم التراجع الحاد في الأسعار النفط وتقدر أبحاث بنك الكويت الوطني حجم المشاريع العملاقة التي تمت الموافقة عليها هذه السنة بـ 28 مليار دولار كما يأمل الاقتصاديون بانطلاق المشاريع العملاقة كذلك يطلع الكويتيون إلى اطلاق مطارهم الجديد خصوصا أن المطار الحالي مصمم لاستيعاب 6 ملايين مسافر سنويا بينما يصل عدد المسافرين إلى 8 ملايين مسافر أحمد بمرعي العربية الكويت المترجم لكثير من خرقات المشاريع